فيها منك ومن أعضاء لجنتنا الموقرة أما الحين اسمحوا لي يا أعضاء اللجنة رح أقدم الطرف الثاني أو الفريق الثاني شخص معنا في هذه الطائرة أو في هذه الرحلة حبوب مقبول نوكتل على اللتهم تبغون بس عندها مشكلة بسيطة حظه الأقشر حظه الأقشر خلاه يجي معنا في هذه الرحلة رحبوا معي بخوي الغالي رشيد بن طاحوس فضل يا رشيد أتمنى أن تنظرون فيها مرحي هذا يا مرحبا يا مرحبا سلم على اللجنة عياك الله عياك الله فضل هنا يا رشيد طاحوس قدام قدام أوقف اللجنة مرحبا يا رشيد الله يبقى مرحبا وش السبب اللي خلى يجي رشيد على هذه الرحلة والله الأسباب واحد جدا نحن نحاول نحن نشتهد نحاول لكن ممكن فيها أخطاء ما نركز فيها ووقعنا في هذه الأخطاء تتعدل الأخطاء يا رشيد تتعدل إن شاء الله مع لها يا مرحبا الله يبقى أول راكب معنا يا رشيد الله يبقى يدعب التوفيق أما الشخص الثاني شاعر فيلسوف ذو وقار بس فيه مشكلة واحدة عنده ذكاء زايد نخاف إنه يوديه المكان داني رحب معنا بالشاعر عمر بن هذان تتبقوله لتقتل يا مرحب ومسحل يا ابو هذان سلام علي سلام علي سلام علي سلام علي حياك الله حياك الله سلام علي قدام يا مرحب يا ابو هذان يا هذان كلمتك ابو هذان لما أنك من أعضاء هذه الرحلة أنا والله أحب أصبح لك بخير وعلى المتابعين وأنا ما أدري ليش وصلت لغراني أني يعني قدمت ما عندي في الأسقوح هذا وطفنا أنك توضح لي سبب وقوفي في هذا الطعام أتوقع أنك تعرف ليش أغورك المحكمة هو أجد يا عمر الله يبقى مرحبا بابا فالهم أسهل الله يبقى والآن مع شخص فيه فيه براءة في وجه بس ما ندري هل البراءة هذه مصطنعة أم حقيقية لكن يكفي كلب تسامح الحلوة التي تجي منها رحبوا معي بالشخص الغالي البريء عبدالعزيز أبو ظهير يا مرحبا أبو ظهير يا مرحبا أبو ظهير السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سلم على اللجنة وتعال هنا أزوله أزوله يا مرحبا أبو ظهير مرحبا أبو ظهير تفضل ما قد أبو كلمتك يا عبدالي ما السبب اللي خلاك الجيدة؟ ممكن أخطائي اللي ودتني وأحيانا ممكن يكون الإنجرا في خلف الصحبة سيئة تدريش أحسن شيء إن الشخص يعترف بأخطائه ترح شي جميل جدا مرحبا أبو ظهير الله يحييك ساد بو ظهير أما الحين في شخص أنا أقول وكلنا نقول في زمن غير زمانه ومكان غير مكانه يحاول يتعايش لكن صعب يتحاول يمشي معنا لكن صعب لكن يسج مثل ما يقول جسد معنا بس بلا روح رحبوا معي بخوي ولي دال بحيح يا مرحبا ومستهلا يا بناصر حاليكم نحن سيدون كن قم حظك بندية الراتب كن قم حظك أكل لزوم عبابك عبابة يا مرحبا مرحبا لا لا استرح يا مرحبا أبو ناصر الله يبقيك ما انطباعك عن أنك تكون من أعضاء الرحلة الله شف أنا تعود على البرايمات قلت بس قزرها شوية لا البرايم لا فيه تقزيره يمكن أن تكون من العضو اللي بالنزل قرأي بابو نروح لا توقع ارجع مكانك ارجع مكانك ارجع مكانك انا يعني يغشيشني يقول كلام ما يصنع الآن يقول لا تامن المحيط لا صار المحيط هادي يمكن يجي طم يمكن يسبب طمة لك ما بعدها فالرحب بالغالي علي ابن هادي يا مرحبا يا علي من المحيط limite ح kijken شكرا شكرا لعنا انتم لجندة وعندكم قراء على الرحبة أرجع حبابك شكرا يا مرحب ايبو هاي كلمت بما انك عضو من اعضاء الرحل والله اه وش اقول كلمه هنوش وش السبب اللي يخلى علي وتواجد معك والله اظن انه الجوال وخالي المشكة اقول يا اخوي يا اما انكم متشابهين بالالباس وكم متشابهين بالكلام والقلوب با اقول يا حلو الشخص اللي يعترف باخطاء البراءة يا مرحبا بك يا علي الام اخر اعضاء هذه الرحلة شاعر فيه من القبول والمحبة مو بله من قبله سلسلة عائلته كاملة شاعر جزل ورجل قبل انه يكون شاعر فرحبوا معي بالشاعر فلاح ابن فراج القرقاح فرحبا فرحبا بارح افتح ماءك كيف الا اخبار يا مرحب والله ومن الزلاء ربكة البراءة شوية اراك لماذا؟ لماذا جبت لك ربك إبراهيم؟ أنت غني عنها أعلمك إبراهيم طال عمرك في البرنامج السابق اشتست البراهيمات كلها بدون ما أدخلها والسؤال الحظ أني دخلت إبراهيم هذا لكن إن شاء الله أنها أول مرة وآخر مرة بإذن الله لأني بارجع وبقوة يا سلام الله يوفق بي يا مرحب والله ما السهل بلجنتنا